في موسم الشتاء ومع شبة النار تتنوع الوجبات وتزيد الوجبات لأن الجسم يحتاج إلى وجبات ضافية حتى تحميه من البرد والليل الشتاء ليل طويل ومن الأنواع التي تستهلك في موسم الشتاء وعلى شبة النار الحنيني والقشدة وقرص الجمر وكل ذلك يحتاج إلى سمن السمن الغنم والبقر إذا كان أصلي ومية بالمية هذا هو المفيد لجسم الإنسان سمن الغنم والبقر يعطيك لدادة في هذه الأنواع وفي الطبخ عامة تحصل الأكل ولده وتحصل ريحة الأكل منتشرة بوجود سمن الغنم وسمن البقر إذا كان صافي ونقي أما الآن في كثرة الزيوت المنوعة بأشكاله والوانه وبمسمياته والمهدرجة والخبرة والأطباء إن سمن الغنم والبقر أو شحومه فيها فائدة لجسم إذا استخدمت باعتدال أو سمن صعب تجميعه من الأغنام أو من البقر يبغى له طريقة خاصة عندها للبادية أو يهتمون بالماشية السمن البقري يعتبر يمكن أن يكون أسهل الاستخراجه أما السمن الرغنام الطازج النقي يبغى له تكلف ويبغى له تعب ومشاهد بالأسواق يباع السمن البلدي والسمن البقري درجات وحسب السعر المتعوب عليها السمن السمن يعتبر غذاء ومفيد صحي للجسم نول أهل البادية لما يكلون واجباتهم يحرصون على أكل شحوم هذه الأغنام لما تكون في الوجبة يكلونها لكن دول يمشون كانوا يمشون بالصحراء ما عندهم سيارات يقطع باليوم كيلوات ما عندهم لا سيارات ولا شيء هذا اللي يخليهم أنه كثرة أكلهم الشحوم منول أنه ما تأثر عليهم ومنول ما فيه الواحد لا منه يخلص من الوجبة يمسح ديه بعض ويمسح وجه وتلقى ما شاء الله ديه ناعمة وتلقى الوجه ما شاء الله يلمع من كثرة ما يمسح به الدهون النقية بعد ما أهل الباد يتحضروا وتركوا حلالهم وتخلوا المدن وبدأوا على عاداتهم القديمة يكلون الشحوم فأثرت عليهم لأنهم ما يتحركون داخل المدينة زي ما كان أول نحن صار مع سيارة يروح على السيارة ويجي على السيارة وفي شيء حتى المسجد بعضهم يروح على السيارة فصارت مؤثرة كثرة أكل الشحوم الأغنام الآن للي ما يتحرك ودائما يكون ينتقل على سيارة لكن أثرت صار فيها كثرة الكولوسرور وأمراض القلب بسبب الكثار من الأكل الشحوم لكن الجسم يحتاج إلى نوع هذه الشحوم لكن باعتدال تكون باعتدال حتى لو كان مشي قليل مفيد الجسم أزهم من الزيوت المهذرجة والزيوت التي تعمل بالوجبات السريعة لكن أكثر الناس يمكن ما يشرون أنواع هذه لأن سعره يكون عالي يعني مقارنة بالزيوت الثانية قليلة من الناس تقبل عليه وتشتريه لأنه سعره يناسبهم لكن فيه شريحة كبيرة من المجتمع ما يستطيع أنه يشرك الكيلو به السعر الفلاني كل مرة عشان يضعه بأنواع الطعام اللي يسويها في البيت فهو يتجه إلى الزيوت الموجودة في المحلات هم الأغنام والأبقار وزيوتها للي يمشي أزال الله تعطيها الصحة والحفوة العافية للي يمشي ومتعود على المشي ويطرق كيلوات وياكل هذولي دائماً مع واجبته أزال الله أنه بيطلع أحصان فسهم شيء أنه يتحرك سوى أنه يعمل أو سوى أنه يمشي سوى أنك تعمل مثل مجارع تتحرك ترجل نخل تطلع تنزل سوى أنك بنى تبني وتشيل وتحط هذه تعتبر حركة رياضية تساعدك على التخلص من زيادة الدهون عندك لكن هي تعطيك الصحة والعفوة العافية وتعطيك النظارة في الوجه وتعطيك النظارة في الجسم لأن دائما جسمك تحصله ناعم ويلمع بسبب هذه الدهون النقية المفيدة للجسم إذا استخدمت باعتدال هذه نبدة سوناه عن أنواع السامن المفيدة كانت منتشرة في عادات البادية قديماً وكانوا يستهلكونه ما عندهم زيوتة مهدرجة ولا عندهم زيوتة باسم الفلاني أو باسم الفلاني أو باسم الفلاني كانت طبخاتهم كلها سمن الطازج النقي من حلالهم فهذا كان ما شاء الله معطيهم الصحة والعفو والعافية مع المشي الطويل الكثير شونه مع حلالهم ورعيهم وسرحهم بل حلال ما كان في سيارات ولا شيء وكانوا يمشون مسافات بعيدة ويأكلون هالسمن الطازج بكميات كبيرة لكن ما ضرهم لأنهم زي ما قلنا لكن يوم بعد ما دخلوا المدن وسكنوا المدن وبدوا على عاداتهم القديمة تأثر كثيراً منهم لأنهم دائماً ما كانوا يستخدمون نفس الطريقة اللي كانت في البادية بل مشي والحرقة الكثيرة أتمنى لجميع الصحة والعفو والعافية والله يديم علينا النعمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر